اثناء المتمر الصحفي لمدارف منتخبنا الأولمبي الذي عقد هذا اليوم صرحة مدارف لعدة ميليسكوب قالا وجهت الدعوة في أكثر من مناسبة لللاعب كيفين يعقوب بغية التواجد مع لاعبي منتخبنا الأولمبي تحت 23 عام لكنه كان يرفض دائما أما بالنسبة علي الحمادي فهو ليس برونالدو حتى لا يرض على التصالات وحاولني المدير عماله الذي قال لي أن علي الحمادي متخوف من الإصابة وهو غير جاهز وأنه لاعب شاب ويتواجد في درجة متأخرة من الكرة الإنجليزية أما بالنسبة لللاعب أحمد سرتي فقد قال كان على اللعب أحمد سرتي بتقديم الاعتذار للجهازين الفني والإداري بعد يوم من الجدل لأن يخرج الإعلام يصرح أكثر ولكنني لست سعيدة باستبعاده كون أحد من الأركاز التشكيل الأساسي إهنان علينا توقف ونقول لللاعب علي الحمادي أنا أكثر الناس اللي أدعمك وأسعندك وهو التوكل اللعبين المحترفين في أوروبا لكن ما بدر من عندك مع مدربنا هذا يجعلنا على أن تستفهام كثيرة علي أنت بعدك شاب مقتبل عمرك وكان عليك أن تتكلم صراحة مع مدرب منتخبنا الأولمبي مدرب منتخبنا الأولمبي هو مدرب منتخب عراقي وليس منادي حتى تخلي مدير عمالك يحتي ويا المدرب وبعدين أنت استشكلت حول دعوتك منتخبنا الوطني الأول وبقاك على ذكة الاحتياط علي أنت لاعب محترف يعني لازم تخلي هاي بالحسبان يعني صح هذا خطاء إدارية للمدربين السابقين اللي كانوا يضعوك على الاحتياط بسبب ضغوط خارجيا نعرفها بكل لازم لكن مو معناها أنه تعتذر على الانتحاق بالمنتخب الأولمبي وانت تعتبر من ركاز المهمة ووسمك ضمن القائمة الخمسين لاعب وتخلي مدير عمالك يحتيو المدرب هذا الاسلوب علي إحنا ندعمك لكن بنفس الوقت ننتقدك إذا تحس بروحك أنك متكبر على لاعبي الوطن وأتمنى من عندك يا علي أنه ترد على كلام المدرب أما بالنفي لما قاله أو تأكيده بعدم التحاقك وأتمنى من عندك أن يكون جابك بالنفي وتلتحق بصفوف منتخبنا الأولمبي وتكون من ركاز المهمة لمستقبل منتخب عراقي واعد إن شاء الله تمنيتنا لك بالموافق يا علي أما بالنسبة للعبين زيدان قبال ومارتين حداد فقد أكد المدرب فلاديمير سكوب إصابتهما وعدم استطاعتهما الالتحاق بمنتخبنا الأولمبي المشاركة في البطولة الأسوية للمنتخبات الأولمبي التاح 23 عام اللي استقام في أزمكستان ما طلع الشهر السادس المقادم أما عن تاريخ انتهاء عقد مدرب منتخبنا الأولمبي فلاديمير سكوب حيث صرح الصحفي العراق المعروف عمار علي حيث قال بالحرف الواحد اتصلت بالمدرب سكوب واتكلمت معه وقال بأن تاريخ انتهاء عقدي يوم 15 ستة وأبلغت الاتحاد العراقي بذلك فكانت جواب بأن تجديد العقد يعتمد على النتاج يعني هو يقول أنا ما أعرف إذا انتهت النتاج من أزمكستان أروح الأهلي أو من أزمكستان رجع البغداد لغراض تجديد العقد يعني صار الموضوع مبهم هنا حتى سكوب صار قضية على المحك على حال قضية مدرب منتخبنا الوطني اللي ما نعرفه لحد الآن أما بالنسبة للاعبنا المحترف الثاني هيران أحمد فقط صار حلمودي لدار منتخبنا الأولمبي مهدي كريم قال بسبب الأجواء الترابية تم الغارة رحلة اللاعب هيران أحمد من الدوحة إلى بغداد وسوف يشد الرحلة العاصمة متى ما تم فتح الأجواء إن شاء الله يوصل بالسلامة اللاعب هيران